لم يكتفوا بتدمير ملامح الحاضر بل ذهبوا أيضاً ليغتالوا المستقبل جماعات موت لا ترى من الأطفال سوى وقود لحرب تخوضها يومياً ضد الأرض والإنسان عشرات بل مئات الأطفال يلتحقون يومياً بجبهات القتال تتعدد الاتجاهات التي تستطيبهم إلى دائرة الحرب إلا أنها في آخر المطاف تعبر عن جريمة واحدة مرتكبها كثر فلا تختلف ميليشيا الحوثي عن تظيم داعش والقاعدة ولا يتغير شيء في هذه المعادلة غير أرقام معدلات التجنيد وبحسب آخر التقارير الدولية لمعدلات التجنيد فقد أعلنت اليونسيف أن نسبة الأطفال في صفوف محاربية الميليشيا تقدر بثلثي جميع المقاتلين في اليمن وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي قال أيضاً أن معدلات ارتفاع الأطفال للمجندين وصل إلى 200% لافتاً إلى أنه تم تجنيد 670 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر وسائل عديدة تستخدم لتجنيد الزغار لعل أهمها غسيل الأدمغة عبر المدارس التعليمية لهذه الجماعات وفي سياق ذلك رصدت العديد من الدراسات أن معظم المجندين تعرضوا لحالة مسخ للهوية بأفكار العنف والقتال مما جعلهم قنابل موقتة في وجه مجتمعاتهم التركيز على خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الموت وتخصيص مقابر جماعية للأطفال كانت وما زالت هي الفعل الأول الذي تتفق فيه الجماعات ذات الطابع العقائدي وكل يوم من يوميات الحرب والانقلاب تواجه الطفولة شكلا جديدا من أشكال الموت ترجمة نانسي قنقر